من حلف على فعل مستقبلي أنه سيفعله أو لن يفعله فخالف فالواجب عليه كفارة يمين في ذلك وقد قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وقال لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته يطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه وبالتالي فالواجب عليك كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين في ذلك